موسى الخير لمشاهدي صوص بيروت انترناشنل وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك معكم عبدالله بعلبكي ومن خلف الكاميرا الزميلة محمد الشيخ هيدا البث المباشر من عرسال مشاهدينا الكرام بهيدا الشارع في عدد كبير من محطات البنزين لكن بالمحابل ما عم نشوف سيارات اذا عم تقدروا تسمعوا معنا الاصوات اصوات الموتسيكلات هن اللي مسيطرة هيدا الشارع اللي يبدو انه مخصص لمحطات البنزين كل ما نمشي 200 متر لقدام نلاقي في محطة هون في محطة قدامنا وبتتميز عيد المحطات انه بناء اثري بناء تاريخي تبدو قديمي صاحب محطة معنا بالبداية اهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت هيدا الشارع فيش ست سبعة محطات اثنين محطات واكتر رغم انه شارع صغير شو اللي بيميز الشارع ليحسين انه مخصص للمحطات يا اخي ما فيش شارع مميز وما فيش شارع في سارع لا يزيادة بس سوى انه قلت الشوغل يمكن فرضت علينا نعمل اي ما فيش شغل هاي طيب محطتك كيف وضع اليوم بيظل هيدا الازمة الخانقة يعني بربع الشوغل تقريبا او اخف شوية حتى عشرة بالمئة من الشوغل يعني احنا قلنا عندك عشرة ايه ومحطتك شغالي بعتاد بتضلى ساعات متأخرة بالليل وما في ولا السيارة مرأة صحيح ما اكتر وموتاروت حتى سيارات صور ناغل شبه موتاروت ما في سيارات كتير يعني يعني بهيدا الشارع يدو فيه محطات اكتر من السيارات يعني بعشر متاروت تقريبا لتعب سيارة او اكتر شوية حتى كمان في محطات اكتر من السيارات بالشارع كلهم متسيكليزة اللي عم نشوفهم هذا الشارع أكثر وموتوروت يعني هي وسيلة النقل صارت موتوروت أكيد هالي عرسالي تأثروا بالأزمة الاقتصادية واليوم أسعار المحروقات عم ترتفع بشكل مستمر شو عم بيلجوا لهالي للبدائل؟ يعني لما عم بعمبوا بنزين عم بيروحوا مشي عم بيتمشوا بعيد الشارع أو شو عم بعمبوا؟ طبعا والله صرت بشوف لصو الناس تقريباً ماشي يعني هلا مثلا نحن بلاحظ لك عم بصير موبروت بهذا الملعب هاون بلاقيه لك الناس أكترى ماشي صح بتوفي يعني صرت مشاهدة كمان لفتنا مشهد كتير مهم بهذا الشارع البناء طبعا المحطات تقليدي وأديم وتاريخي وأثري لاي البناء هاك بهذا الشارع؟ لأين المحطات يعني حتى المبنى عندك متل ما راح نشوف هلأ بالبث المباشر لقدام شو سر هيدا الصفة أو هيدا الصفة المشتركة بالهيكلية العامة للمحطات بأرسالي؟ هلا بتأديري أنه هي يعني الشغل الخفيف هو فرض علينا يعني ربا عم نشتغل فهو الشغل والأزمة الاقتصادية هي اللي فرضت علينا نصير هاك ما عمره كبير للمحطة أو لا؟ لا والله هو سنتان عمره ما لا سنتان أنا نبلش وما كملت بسبب الأزمة؟ بسبب الأزمة طيب لقدام راح نشوف محطات قديمة كتير هيدا سر مشترك برأيك أنه كل أهالي عرسالي بيتجوا إلى بناء هيدا النوعية من المحطات؟ لا مش هرت في محطات حلوة كتير ومش مشغولة أصولة لا بالعكس بالعكس الكن ما في غير أنا هاي بس هيدا؟ طيب اليوم المزوط 824 ألف والجو كتير بارد بعرسال احنا جلتنا صراحة طيب كيف العالم عم تتدفى وهالقد الصفيحة غالية؟ هلا الدفم استعمدة الناس على الحطوب يعني أنا حتى عندي محطة وعما أتدفى على الحطوب أنت عمدت المحطة؟ واذا عند ابو وحتى اللي بيعبي للمزوط للصوبي بيعبي كمان بالإنيناء ڤلattri بالنسب تعبي بالإنينة بتشكل يومي إيرا بشكل يومي بشكل يومي إيرا هلا مساء بتشوف بيصيروا في كتيرهم يجوا بالمساء 가족يومي ليتركب مصوبي لدي مصود وعدد كبير اللي بيجوا؟ لدينا habían weer مصود ثلاثة ليلترو هاي نعم أنا بدي أشكرك وشكرا لك رح نتابع مشاهدين نقل هيدا المشهد من عرسال من البقاع يعني متل ما ذكرنا يبدو هيدا الشارع مخصص لمحطات البنزين رح نقرب لقدامنا تشوفوا كم محطة ممكن تطلع قدامنا منذكر انه اسعار المحروقات اليوم اصبحت على الشكل الاتي صفيحة بنزين 95 وقتان ب781 صفيحة البنزين 98 وقتان صارت ب799 ألف صفيحة المزود صارت ب824 ألف وأنينة الغاز ب466 ألف الجو بارد جدا مشاهدين الكرام يعني طبعا انتو عم تشوفوا المشهد مش هتقدروا تحسوا بالبرد الي عم بحس فيه انا وزميلة محمد الشيخ هيدا بيدل انه فيه ضرورة او حاجة ماسة عند الاهالي بالتدفئة بالتالي الى شراء مادة المزود متل ما سمعنا من صاحب اول محطة كان عم بيخبرنا انه الناس عم بيشتروا هون المزود بعرسال بالانانة يعني ليكفوا حاجتهم اليومية بالتدفئة مش اكتر من هيك وهو صاحب المحطة وعم يتدفى بالحطب يعني المزود قدامه بس عم بيفضل يتدفى بالحطب اللي هو ارخص نسبيا قدامنا فيه محطة تانية يعني عم تقدر ويمكن تفهموا وانو كيف البناء عم بيكون قديم اجمالا يعني ما عم بيكون العمار مكتمل المسافات اللي عم تفصل بين محطة ومحطة بايدا الشارع عم تكون كتير كتير قليلة يعطيك العافي حضرتك مسؤول عن هيدا المحطة عامل بهيدا المحطة قدائك كل قدائك تمرق سيارة طيب لا يعطبوا طريق عام بس ما كتير سيارات عم بيمروا عم نحس الموتسيكليات اكتر ملاحظ معنا اي شيء؟ نعم نحس الموتسيكليات طريق مخيمات أبتر شيء طيب وين السيارات؟ السيارات ها ما في سيارات لا اي ساعة تبو فاتحين تقريبا؟ ساعة عام ساعة عام لا عاش من الهل يمرق كم سيارة او ما كتير؟ لا كتير السيارات كتير والمزوت شو وضعه؟ المزوت نوع يعني زعر التنكت المزوت اليوم متعادة تساعة عشر دولار عشر دولار ما احد عم يشتري مزوت؟ لا قليل يعني الوضع ماشي الحال يعني الوضع ماشي الحال يعني الوضع ماشي الحال يعني الوضع خفيف طيب عندك فكرة قدي الى هالمحطة فاتحة بالمنطر؟ اي 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 من 2007 2007 يعني ما بقرب الخاصة وليه مانا كاملة متل ما ملاحظ العمارو؟ صارت اديم 2007 مش كتير اديمي اه 2007 مش كتير اديمي خمسة عشر سنة تقريبا اه تقريبا ما اقول لك بس هوني ادارة المالية عرفت علي خفيف شوية شكرا لا لا بيعطيك الف عافية شكرا كتير راح نتلع مشاهدينا نقل المشهد من عرسال هيدا المحطة التانية بذات الشارع اللي يبدو مخصص لمحطات البنزين يعني هيدا الشارع مش بس مخصص لمحطات البنزين مخصص للموتسيكلات يقتو كمان احما عم نلاقي السيارات ابدا مع انه شارع رئيسي بعرسال خبرونا اذا زرتوا هيدا الشارع من قبل اذا شفتو من قبل يعني في عدة محلات كمان تجارية عم نرقبها وعم نشوفها المحطة التالتة قريبة صاريت بس نحمل انه عم نصير او عم نمشي سيرا على الاقدام انما بسيارة منحسون كتير اقراب من بعض بعدنا بذات الشارع لا فرقنا لا يمين ولا يسار وهيدا المشهد او هيدا المشهد عفوا النادر ما نشوفه بالابقاء انه نلاقيها القد في محطات بنزين بذات الشارع الواحد شوفوا البناء العام لهيدا المحطة الهيكلية الشكل الرسم التاريخي القديم فيه بصمة تاريخية اذا قدرين تشوفوا بهيدا المحطة يعني على شكل القلعة التاريخية القديمة الصغيرة طربنا اكثر يعني هون فيه سيارة هيقاور سيارة منشوفها عم بتعبي بنزين بهيدا المنطة مرحبا يعطيكم العافي شو على الوردات الحليين ايا وردات قال لي لك انتو الورد الله يخليك يا رب اهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت اهلا وسهلا شو وضع المحطة العام بهيدا الازمية والله وضع يعني عدم شرعة ما فيه شغل ما فيه حركة بنفس شوفنا فيه سيارة هلا عم بتعبي كل قدية بيمروء سيارة على المحطة هاني يعني محطة يعني انت هاني يعني كل ساعة ونص بيمر يعني اكتر شي انا عنا بالمتسكليات بيعبي بالخمسين الف يعني ما فيها ديك العالم قليل ساعي محطة اسم القلعة اي محطة القلعة حبينا شكل القلعة لفوق فكرة مين كانت هاي فكرة نحنا عدي ايها المحطة صالحة ثمانة سنين ايه من الاول السورة يعني ان شاء الله تسري لما يتطلعوا على المحطات بهايدا الشارع بحسوها قديمة ليا عندكم هيدا الرجعة دائمة للتاريخ ليا بتحبو التاريخ لقد مزعلعت بعلبة هاركيف نحنا بعلبة كية هاركيف انا قلعت بعلو كهان بالمنطق اوه هي رامز انا عرفيف لالبعلبة كية اليوم العالم بدا تتدفى لانو في برد ونحنا بردانين كمان قدي عم بيشتروا مزوط او ما في كتير اقبال على المزوط يعني العالم اذا بدي قولك احكيلك الحقيقة الحقيقة العالم ما عم تسريد ما قادر تشتري مزوط يعني يبيعبوا باللتران وثلتة لتر وتمضايت وقت ما اكتر من هاي يعني اكتر شيء العالم عم تدفى عشحطات عطيب عطيق اوه اشيات يعني وايه ساعة عم تبقى فتح نحنا في مرأة منو ضل الساعة 12 بالليل يعني بها الظروف عم ضل الساعة 12 بالليل ما شيرع بيضال في حركة ال 12 بالليل ايه في حركة بس منو هديك الحركة القوية طبعا بيجي لعندك المحتاجة يعني انو المحتاج عنده ولاد غاربة يدبيهم بيجي بياخد انو بياخد انو حواشته مونو اكتر من هك يعني ايه شكرا جزيلا للك ونوارتنا يعطيك العافية تقريبا تسين بالمئة مركب حطاب ما هو مزوط ايه ليش حطاب هلا هو حطاب ايه بيتدفع على بلاستيك بيتدفع على بلاستيك بس الحطاب بيفري يعني السوبة فيه وحط لها بلاستيك فيه وحط لها شو ما انو كان بيحط فيها بيتدفع ولاده غير المزوط مزوط مزوط ما في يعني شكرا للكم ويعطيكونا ألف عافية أهل وسهلا فيكن يا حبيب الأهل شكرا يعني أهل عرسل معروفين بالضيافة وبالشهامة عم نشوف أمامنا إذا فينا زميلي نلقط محطة بعد لقدام قبل الانتهاء من هيدا البث المباشر اللي منذكر انو بمنطقة عرسل وبشارع رئيسي وأساسي في محال تجارية عديدة وهيدا الشارع يبدو مخصص لمحطات إذا عنا بعيد بس فينا نشوف انو بهيدا الشارع بعد لقدام فيه محطة ثلاث محطات لقدام وهيدا المشهد منذكر انو نقلناه بعرسل شارع مخصص لمحطات البنزين أكثر منو مخصص للسيارات شكرا للجميع على حسن المتابعة من عرسل من البقاع كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ شكرا شكرا شكرا